بسم الله الرحمن الرحيم تدريبات إثرائية لطلاب الصف السادس في مادة العلوم أدرس الشكل التالي للجهاز التنفسي ثم حدد على الرسم أجزاء الجهاز التنفسي المشاري إليها بالأسهم القصبة الهوائية الرئتين الحجاب الحاجز ما الوظيفة الرئيسة لكل عضو من أعضاء الجهاز التنفسي الأنف فتحة لدخول وخروج الهواء الحنجرة تنظيم مرور الهواء إلى القصبة الهوائية القصبة الهوائية ممر ينقل الهواء إلى الرئتين الرئتين تبادل الغازات الحجاب الحاجز يساعد في دخول الهواء إلى الرئتين بالتكامل مع القفص الصدري مآلية عملية الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز يتسع القفص الصدري يدخل الأكسجين مآلية عملية الزفير ينبسط الحجاب الحاجز ينكمش القفص الصدري يخرج ثاني أكسيد الكربون قارن بين عمليتي الشهيق والزفير من حيث حالة الحجاب الحاجز وحجم القفص الصدري ونوع الغاز حالة الحجاب الحاجز في الشهيق ينقبض وفي الزفير ينبسط حجم القفص الصدري في الشهيق كبير وفي الزفير صغير اسم الغاز في الشهيق الأكسوجين وفي الزفير ثاني أكسيد الكربون فالسر ما يلي وجود شعر ومخاط بالأنف لتنقية الهواء تتركب القصبة الهوائية من غضاريف حلقية غير كاملة الاستدارة لتحافظ عليه مفتوحا دائما كيف يساعد الحجاب الحاجز في حدوث عملتي الشهيق والزفير من خلال انقباضه وانبساطه ما المخصوض بالهضم عملية طحن وتفكيك الطعام إلى جزيئات صغيرة يسهل امتصاصها حدد على الرسم أجزاء الجهاز الهضمي الفم المريء المعدة الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة كما تشاهد على الصورة الملحقات هي الكبد كما تشاهد والبنكرياس والملحقة الأخرى الغدد اللعابية عدد منحقات الخنالة هضمية وما وظيفة كل منها الملحقات هي الغدد اللعابية الكبد البنكرياس الغدد اللعابية وظيفتها إفراز اللعاب الذي يرطب الفم ويهضم بعض السكريات الكبد وظيفته انتاج العصارة الصفروية التي تساعد على تحليل وتفكيك الدهون البنكرياس يفرز مواد تسهل هضم السكريات والبروتينات والدهون ما وظيفة الأجزاء الرئيسية للجهاز الهضمي؟ الفم طحن وتفكيك الطعام وهضم بعضه المريء نقل الطعام من الفم إلى المعدة المعدة هضم الطعام الأمعاء الدقيقة استكمال الهضم وامتصاص الغذاء الأمعاء الغليظة امتصاص الماء من الطعام غير المهدوم قارن بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة من حيث الوظيفة الأمعاء الدقيقة استكمال الهضم وامتصاص الغذاء الأمعاء الغليظة امتصاص الماء من الطعام غير المهدوم انظر لرسم الجسم البشري التالي أكمل الجدل بذكر كل عضو وتحديد وظيفته كما تشاهد رقم 1 يشير إلى المخ الذي وظيفته التحكم بأنشطة الجسم رقم 2 يشير إلى القلب وظيفته ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم رقم 3 يشير إلى الكبد وظيفته إنتاج العصارة الصفروية رقم 4 يشير إلى نمعاء الدقيقة ووظيفته استكمال وعملية الهضم وامتطرات الغزاء في الجهاز الهضمي ما وظيفة المرارة وظيفتها تخزين الزائد من العصارة الصفروية ما وظيفة الكبد والبنكرياس في الجهاز الهضمي الكبد إنتاج العصارة الصفروية التي تساعد على تحليل وتفكيك الدهون البنكرياس يفرز مواد تسهل هضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون يبين الشكل المجاور أجزاء الجهاز الهضمي وقد وطيت له الأرقام 1 2 3 4 ما الجزء الذي يخلط فيه الطعام مع المواد الهضمة وتحوله إلى سائل غليظ القوام الجزء هو رقم 2 والذي يشير إلى المعدة وكما قلنا وظيفة المعدة هضم الطعام ما وظيفة الغدد اللعابية في عملية الهضم تفرز اللعاب الذي يعمل على ترطيب الفم وتلين الطعام ليسهل هضمه وبلعه ويعمل على هضم بعض السكريات ما وظيفة الجهاز البولي وظيفة الجهاز البولي تخليص الجسم من الفضلات السائلة ادرس شكل الجهاز البولي ثم اجب عن السؤال التالي الشكل الذي امامك يوضح أجزاء الجهاز البولي كما ترى الكلية والحالب والمثانة ما الوظيفة الرئيسة لكل جزء من أجزاء الجهاز البولي الكلية عضو ترشيح الدم وتنقيته وتخليصه من الماء الزائد والفضلات السائلة الحالب نقل البولي إلى المثانة المثانة عضو تخزين البول تعتبر الكلية عضو ترشيح الدم وتنقيته فأسر ذلك لأنها تعمل على تنقيته وترشيحه من الفضلات السائلة والأملاح الزائدة حدد على الرسم أجزاء الجهاز الدوري كما تشاهد الشكل يبين الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى وسيتتضح الأجزاء أمامك كما تظهر باللون الأخضر القلب والشريان والشعارات الدموية والوريد هذا يمثل الدورة الدموية الكبرى الأجزاء في الدورة الدموية الكبرى أما أجزاء الجهاز الدوري في الدورة الدموية الصغرى بالإضافة إلى القلب الشريان الرئوي والوريد الرئوي ما الوظيفة الرئيسة لكل جزء من أجزاء الجهاز الدوري أمامك القلب وظيفته ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم الشريان ينقل الدم من القلب إلى الجسم الوريد ينقل الدم من الجسم إلى القلب الشعارات الدموية تبادل الغازات والغذاء المغضوم والفضلات الشريان الرئوي ينقل الدم من القلب إلى الرئتين الوريد الرئوي ينقل الدم من الرئتين إلى القلب كما تعرف أن الشريان الرئوي والوريد الرئوي في الدورة الدموية الصغرى والشريان الرئوي كما تعلمون ينقل الدم الغير مؤكسج والوريد الرئوي ينقل الدم المؤكسج أما الشريان في الدورة الدمية الكبرى فينقل الدم المؤكسج والوريد ينقل الدم غير المؤكسج كما ستشاهد في السؤال التالي مما يتكون القلب؟ يتكون القلب من أربع حجرات أذينان علويين وبطينان سفليين وبينهما صمامات ما وظيفة الدم؟ نقل الأكسجين والغذاء المهضوم إلى أزاء الجسم ونقل الفضلات وساني أكسيد الكربون من أزاء الجسم إلى أجهزة أخرى تعمل على تخريص الجسم منها قارن بين الشريين والأوردة في جسم الإنسان من حيث الوظيفة وسمك الجذار كما قلت في السؤال الذي يسبق هذه الأسئلة في الشريحة السابقة المقارنة الشريين نقل الدم من القلب إلى الجسم وسمك الجذار سميك الأوردة نقل الدم من الجسم إلى القلب وهي أقل سماكة ما نوع الدم الذي يمر في الأوعية الدموية؟ قلنا سابقا الشريين الدم أكسج الأوردة الدم غير مؤكسج الشريين الرئوية الدم غير مؤكسج والأوردة الرئوية الدم مؤكسج أمامك تركيب القلب أكمل البيانات على الرسم صورة الشريحية كما تعلمون ما الدموية التي يتم فيها انتقال الدم بين القلب والرئتين؟ الدورة الدموية الصغرى الدورة الدموية التي يتم انتقال فيها الدم بين القلب وزاء الجسم جميعا الدورة الدموية الكبرى تتبع على مخاطط الدورة الدموية الصغرى المسار الذي تسلك قطرة دامين منذ خروجها من البطين الأيمن للقلب وحتى عودته إلى الوزين الأيسر البطين الأيمن ثم الشريان الرئوي ثم الرئتين ثم الوريد الرئوي وأخيرا إلى الوزين الأيسر وأمامك ملخص مصور لأجزاء جسم الإنسان وبعض الأجزاء الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي والجهاز الدوري في الإنسان أمامك صورة لدورة الدموية في جسم الإنسان الصغرى والكبرى وأمامك صورة القلب وصورة تشريحية للقلب يظهر فيها حجرات القلب الأربع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته